لدينا هذه المثلث طول الظلع اليمين يساوي طول الظلع اليسار ألف با يساوي با جيم زاويتان قاعدتان متطابقتان لدينا الزاوية ألف تسمى زاوية القاعدة والزاوية جيم تسمى زاوية القاعدة متطابقتان أي نفس القياس هلأ الفكرة الثانية القطعة المستقيمة لها بداية ولها نهاية القطعة المستقيمة الواصلة من رأس مثلث إلى منتصف القاعدة يعني بدل قطعة مستقيمة واصلة من رأس مثلث إلى منتصف القاعدة تكون عامودية على القاعدة شو يعني عامودية؟ عامودية أنتجت زاوية 90 درجة أنتجت زاوية 90 درجة على القاعدة هذه القاعدة وتنصف زاوية الرأس زي ما حكينا إنه الزاوية با نصفتها لنصفين كانت ستين درجة صارتها تصير تلاتين ثلاثين ممتاز كمان عنا العامود النازل نفس الشيء العامود النازل من رأس المثلث متطابق الظلعين على القاعدة ينصفها وينصف زاوية الرأس شو يعني ينصفها شايفين القاعدة هاي هذا الظلع يساوي هذا الظلع يعني لما يجينا قسناها إحنا ورسمناها بالأول رسم من دون قس كان طوله ألف جيم عشر سنتيمتر إذن العامود أو القطع المستقيم النازل من ألف من با إلى القاعدة ألف جيم أولا أصبحت زاوية تسعين أقامت عامودية عليها على القاعدة تسعين درجة تسعين درجة وكمان نصفت القاعدة هاي القاعدة صارت هذا الجزء يساوي هذا الجزء طوله عشر سنتيمتر فصار خمسة سنتيمتر خمسة سنتيمتر ممتاز هلا حتى نطبق على هذه النتيجة رقم ثلاث من هذا الدرس افتحوا لي على مثال رقم اثنين صفحة ستة وستين مثال رقم اثنين من صفحة ستة وستين دقيق شوي على معطيات المثال والمطلوب من هذا المثال اولا في الشكل المجدد